من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي مرحبا بك زياد ردات الفعل على عملية الطعن وما يجري في جنين فيما إذا كان هناك قرارات جديدة من الحكومة حكومة بن يمين نتنياو طبعا آخر المستجدات كانت بزيارة نتنياو لمعسكر سالم في منطقة تطل على منطقة جنين داخل الخط الأخضر طبعا هو وقلنت وزير الدفاع الإسرائيلي وتحدثت من حديثهما بات واضحا بأن العملية قد لا تطول بتقديري ربما في ساعات الفجر الأولى قد نشهد انسحابا إسرائيليا من مخيم جنين إن لم تحدث مفاجآت وتعقيدات كما سبق وقلنا منذ ساعات هذا هو التقدير لم يتغير عمليا وفق الراشح من معلومات إسرائيل لديها معضلة ومشكلة لا تنجح في العثور على معظم المطاردين أو المقاتلين الفلسطينيين المسلحين داخل مخيم جنين هؤلاء معظمهم في الضربة الأولى عندما دخل الإسرائيليون خرجوا وجزء كبير أيضا لأن إسرائيل لا تعرف هوية الأربعمائة وهذا أمر معروف الباقون على ما يبدو بأنهم خرجوا أيضا مع الأهالي الذين طروا للنزوح عن مخيم جنين في وقت سابق هذا أبقى إسرائيل مع قضية تفجير بعض المواقع والبحث عن ربما ما تقول إنها معامل لإنتاج قنابل محلية الصنع أو أسلحة وما إلى ذلك ولهذا التقديرات بأن هذه العملية توشك على الانتهاء إن لم تحدث تحت تطورات أو مفاجآت في اللحظة الأخيرة طيب مسألة تسليح المستوطنين هذا ما أتى عليه بن جفير هذه دعوات سبقة وأن تحدثت بها بعض الأطراف الإسرائيلية زياد بدون شك هذا قرار في الكنيسة الإسرائيل كان بتسهيل وعفوا في وزارة الأمن القومي التي يعني على رأسها بن جفير كان هناك ضغط منه لتسريع عملية إصدار ترخيص لحمل السلاح للإسرائيليين تجاوز المراحل البيروقراطية التي قد تمتد سنوات لإجازة حمل سلاح وإعطاء أسلحة توزيع أسلحة على الإسرائيليين هذا أمر عمليا مع الحرب الأخيرة على قطاع غزة قبل عامين ظهر على السطح لأول مرة وعندما استلم بن جفير الوزارة بدأ فعليا في محاولة تسهيل هذا الأمر وفي كل مرة يطلق فيها مستوطن النار على فلسطيني يقوم بعملية هو يعيد الكرة تأكيدا أن هذا الأمر حيوي جدا بالنسبة للإسرائيليين لكن بن جفير اليوم لمس أمرا آخر عندما زار موقع العملية وتعرض لهجوم ممن كانوا هناك ووصفهم بأنهم من اليسار الإسرائيلي طيب مستشار الآن القوم الإسرائيلي يقول بأن العملية في جنين يا زياد تقترب من تحقيق أهدافها للذي انضم إلينا الآن الأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية فيما يجري الآن في جنين تذكير جزء منها يحتاج إلى تنجيم ليست واضحة حقيقة لم تحدد إسرائيل أهدافا واضحة وهذا أمر مقصود لأنها لا تريد في نهاية المطاف تحقق الأهداف المرسومة لكن الحديث في الساعات الأخيرة أكثر بالنسبة للأهداف هو خضية تدمير البنى التحتية التابعة لتشكيل المسلح داخل مخيم جنين إن كان ذلك مع بداية الاجتياح للمخيم من خلال الجرفات العملاقة التي عمليا جرفت كل الطرقات ودمرتها وطبعا فعلت معها كل العبوات الناسفة التي كانت مزروعة قبل أن تأتي القوات الإسرائيلية لأن الجرفات تتحمل مثل هذه العبوات بالإضافة إلى قضية إيجاد مخابع الأسلحة وإنتاج العبوات محلية الصنع يعني الحديث طبعا نتحدث عن مخيم صغير ليست هناك مقدرات عسكرية حقيقية لدى هؤلاء كلها أسلحة فردية وعبوات محلية الصنع تصنع محليا وبالتالي تفجير الذخائر التي يتم إيجادها في بعض المخابع داخل مخيم جنين بالإضافة إلى ذلك قضية إحداث كوات وثغرات في الجدران الانتقال من بيت إلى بيت كي لا يكون الجنود مكشوفين للنار في الأزقة ولكن هناك أيضا هدف غير معلن ربما تحليلا يمكن الحديث عنه وهو أن هذا الجيل في مخيم جنين لم يرى في حياته دبابة عمليا لم يكن قد ولد بعد في اجتياح جنين عام 2002 معظم المقاتلين هم من 17 عاما إلى 23 عاما في مخيم جنين ولهذا كل 20 عاما إسرائيل عمليا تقوم بعمليات واسعة باستخدام دبابات ومجنزرات عمليا لكي الوعي وأحداث نوع من الردع والخوف من هذه الآلاليات التقيلة التي لم يرها هؤلاء كما قلت من قبل ما من سؤال لدينا ليس لديه إجابة عن زياد حلبي زياد نسأل كذلك عن طبيعة القوات التي في هذه العملية هناك حديث عن ثلاث أنواع من القوات نريد أن نعرف طبيعة هذه القوات المشاركة هذا صحيح جدا أولا المشاركة هي من حيث الحجم كبيرة نتحدث عن لواء نحو ألف مقاتل يشاركون ومئات الآليات والمجنزرات والجرفات تشارك في هذه العملية بالإضافة إلى ذلك هناك طبعا وحدات من سلاح المشاة وهناك وحدات نخبة ماجلان ووحدات النخبة التابعة لحرس الحدود كلها وحدات مدربة تدريبا جيدا وهناك وحدة خاصة أيضا تتبع للشباك الإسرائيلي للمخابرات الإسرائيلية وهي الوحدة عمليا عندما يتم اعتقال العشرات من الفلسطينيين داخل المخيم يقوم الشباك الإسرائيلي بالتحقيق معهم لعمليا الحصول على معلومات استخباراتية سريعة حول وجود الذخائر أو وجود أو مكان اختباء أو تواري المسلحين هذه تقريبا هي الوحدات النخبة التي تشارك في الهجوم على مخيم جينيين شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات